خلينا نشوف مع بعض إزاي البون بيتكون زي ما قلنا إن البون بيتكون بطريقتين طريقة بقول عليها الانترا ميمبراس قصيفيكيشن دي في حالة إيه؟ في حالة إن أنا حرصة بالبون ماتريكس على سجادة من الميزين قايمة الكونكتف تيشو والنوع ده بينتج عنه تكوين الفلات بون إيه الفلات بون دي؟ اللي هي البون بتاعت السقل الجمجمة بتاعت الفيس بتاعت وشك بتاعت المانجبل اللي هي الفك وضيف عليهم كمان غير الفلات بون دي حط عليهم كمان إيه؟ الكلافيكال الكلافيكال والكلافيكال دي بتعتبر اللونج بون الوحيدة الوحيدة اللي بتتكون بالإنترا ميمبراس قصيفيكيشن والنوع التاني اللي احنا قلنا عليه اسمه الاندو كوندرال قصيفيكيشن اللي هو الاندو كوندرال إن أنا برصب البون ماتريكس على قطعة من الهايالاين كارتلج فاكرين لما جينا أخدنا الهايالاين كارتلج وقلتلكوا وقتها إن معظم الهايكل بتاع الإمريو أول ما بيتعمل أول ما ربنا بيخلقه بيبقى عبارة عن هايالاين كارتلج هايالاين كارتلج دي شوية بشوية الماتريكس بتاعها بيستبدل بإيه بالماتريكس بتاع البون والاندو كوندرال ده بينتج عنه تكوين البون بتاعة إيه بتاعة الإكستريمتز اللي هي عبارة عن اللونج بون بتاعة الأبر واللور ليمز بتاعة الطرف العلوي والصفلي بتاعك ومش كده وبس دي كمان مسؤولة عن تكوين البون بتاعة الفرتبري بتاعة الإيه الفقرات بتاعتك خلينا أقولك برضو إن أثناء عملية تكوين البون لما تيجي تبص كده على إيه على قطعة من البون وهي بتتكون هتلاقي فيها إيه؟ هتلاقي إن في جزء منها بيبقى immature bone اللي هو زي ما قلنا أول ما بيترصب البون ها بيبقى على شكل woven أو immature bone هتلاقي area of resorption resorption يعني إيه؟ يعني منطقة جات الأستيوكلاست ها ابتدت إنها هتقرقت في الwoven bone عشان يترصب إيه؟ اللاميلر بون فبالتالي هتشوف كمان منطقة فيها اللاميلر بون التلاتة دول بيظهروا جنب بعض فأي عضمة بتتكون immature bone جنبه منطقة فيها resorption ومنطقة فيها اللاميلر بون كل ده في نفس العضمة اللي بتتكون كوكتيل من إيه؟ من الأحداث في نفس العضمة اتفقنا شباب؟ تعالوا كده ناخد مع بعض أول نوع اللي هو intra-membranous ossification النوع اللي هتتكون فيه العضمة على سجادة من الميزين كايمال كونكتف تيشو وزي ما قلنا إن النوع ده أثناء الإمبريونيك لايف وإنت إمبريو بينطق عنه تكوين الفلاد بون اللي هي إيه الفلاد بون يا شباب عشان نرجع نفتكر تاني؟ الفلاد بون كانت بتتكون من ها؟ outer و inner table وما بينهم كان سلة سبون شاطر ومشتور وما بينهم كان سلة سبون قلنا ال outer و inner table كانت عبارة عن إيه؟ compact bone وما بينهم في النص الحشو عبارة عن كان سلة سبون وخلي بالك إن الـ intra-membranous ossification برضو بيحصل بعد ما بتتولد ليه؟ ليه؟ ليه بلاقي intra-membranous ossification بيحصل بعد ما يتولد؟ عشان يحصل زيادة للـ bone ها؟ للـ long bone في إيه؟ في العرض بتاعها لإن إحنا متفقين إن أكيد الـ width بتاع البون بتاع الطفل اللي لسه مولود مختلف عنه هو أدلت ها؟ أكيد في زيادة كل ما الواحد بيزيد في العمر كل ما إيه؟ ما سمك العظمة بتاعته بتزيد يبقى إذن الـ intra-membranous ossification بينتج عنه إيه؟ ينتج عنه تكوين الفلات بون وينتج عنه زيادة في العرض بتاع اللونجوبون زي ما حنشوف بعد كده طب يا ترى إيه خطوات تكوين الفلات بون بالـ intra-membranous ossification؟ بيقولك أول حاجة أنا عندي السجادة بتاعتي اللي أنا قلتلكو عليها من الميزينكايمال connective tissue ولو تفتكروا إن الميزينكايمال connective tissue ده لما جينا أخدناه كان بيتكون من إيه؟ كان بيتكون من ميزينكايمال stem cell وإيه؟ وشوية collagen fibers إيه اللي هيحصل؟ زي ما إحنا وقلنا واتفقنا ها؟ إن أنا عايزة عامل إيه؟ عايزة عامل بون يبقى طالما هعمل بون غرق لي المنطقة دي بـ blood vessel بـ blood إيه؟ بـ blood vessel شايل إيه بـ blood vessel؟ شايل عوامل نمو شايل ها؟ oxygen tension عالي شايل كالسيوم فبمجرد الميزينكايمال stem cell حتلاقي العوامل دي قدامها حتلاقي فيه high oxygen tension فتقوم جاية عاملة إيه؟ ها؟ تقوم جاية ها؟ عاملة إنها تتحول برافو عليك ليه؟ osteoprogenitor cell والأستيوبروجينitor cell تعمل إيه يا شباب ها؟ تيجي تتحول ليه؟ osteoblast الاستيو بلاست فبسمي المنطقة اللي حصلت فيها الأحداث دي بقول عليها ossification center يعني المركز اللي حصل فيه إيه؟ إيه؟ أو اللي حيحصل فيه إيه؟ الا ossification أو التعظم التعظم خلي بالك أنا بيبقى عندي هنا ها؟ ossification center وعندي تاني جنبه ossification center وإيه؟ center تاني ossification center يعني بيحصل فيه كذا منطقة طيب دلوقتي أنا بقى فيه عندي هنا osteoblast الاستيو بلاست دي يا ترى هتعمل إيه؟ هتيجي الاستيو بلاست دي وتبتدي إنها تفرز الإيه؟ البون ماتريكس طيب وبعد ما أفرزت البون ماتريكس هيحصل إيه؟ هتيجي الاستيو بلاست وتعزل نفسها فلاكني وتتحول لأستيو سايد الاستيو سايد ويكون في المنطقة دي ها؟ بون ماتريكس كده بيبقى إيه؟ عمل زي الصوبع كده بقول عليه ترابيكولا ترابيكولا زي العمود كده أو الفاصل أو ساعد بيقوله عليه كلمة بيقوله عليه سبيكيول إنه ممكن ساعد هتقرأ كلمة سبيكيول دي سبيكيول يعني عمزة الخشبة الرفيعة كده خالص تمام؟ فإذا أنا عندي هنا ترابيكولا أو سبيكيول اتكونت هنا وفي الاستيفيكيشن سنتر التاني فيه برضو إيه ها؟ ترابيكولا أو سبيكيول اتكونت وفي الاستيفيكيشن سنتر التالت برضو ترابيكولا أو إيه؟ أو إيه؟ سبيكيول اتكونت هتيجي ترابيكل دي وبعدها وتعمل ايه تبتدي تتشابك بالمنظر اللي انت شايفه ده هتبتدي تتشابك فلما تيجي تتشابك ايه اللي يحصلها تخلق ما بينها كافيتز كافيتز اللي هي ايه كافيتز دي يا باب عبارة عن البون مارو كافيتز البون مارو كافيتز طب البون مارو كافيتز ده هل هل بيبقى فاضي لا ده بيبقى ايه مليان بالبون مارو سيلز والبلوت فيسل فايه اللي يحصل تيجي البلوت فيسلز اللي كانت عندي من البداية وتقوم دخلها جوة كافيتز دي شايلة ايه شايلة الهيموبويتكس تمسل الخلية الجزعية بتاعة ايه بتاعة البلوت سيل فتيجي ها تقوم يحصل لها الديفرانشيشن وتتحول للديفرانت بون مارو سيلز فيتكون عندي ايه يتكون عندي بون ها شبه اللي سبونجي بون لكنه immature woven bone يستبدل بعملية الريمودلينج اللي حناخد بعد كده ونعرف معناها بالايه ها بالماتيور ساكندري كانسلس او السبونجي بون بس يا دكتور ايمان انا لسه فيها عندي هنا كومباكت بون من النحيتين ولسه كمان فيها عندي هنا برياستيوم هيتكونه ازاي بيقولك ان فيه عند الاطراف كده بتاعة البون اللي هو البرائماري woven bone اللي هو مداش الكنسلس بون حيجي يحصل له عملية ريمودلج برضو اعادة هيكلة ويديني الكمباكت بون مش كده وبس ده كمان انا عندي هنا فيه جزء خارجي من الميزين كاي مالتيشو من السجادة بتاعتي بشاركتش في تكوين البون فالسجادة دي حتيجي وتعملي او تكونلي البرائماري اللي هو بيتكون عند النحيتين وده معناه خلي بالكو شباب ان البرياستيوم ده ما هو الا مستخرج من الميزين كاي مالتيشو يبقى معنا كده ان لما حنيجي ناخد فيما بعد اي بون حيتكون عند البرياستيوم حيتكون بأنهي طريقة بالإنترامامبرنس أصيفيكيشن زي مثلا لما بيحصل كسر كسر في العظم زي ما هنشوف في اخر المحاضرة فاذا اي بون حيتكون عند البرياستيوم حيتكون بالإنترامامبرنس أصيفيكيشن بما ان البرياستيوم ده بيستخرج من الميزين كاي مالتيشو وبيعتبر هو نفسه كأنه ايه سجادة من الميزين كاي مالتيشو يبقى ازا بقى عندي البون بتاعتي اللي هي عبارة عن كانسلس بون في النص بتحوطها من الناحيتين بالكمباكت بون والكمباكت متغطي برا بالايه بالبرياستيوم اتفقنا شباب اتفقنا شباب اتفقنا وتعالوا كده يا شباب نشوف مع بعض فيديو صغير يوضح لنا الانترامامبرنس أصيفيكيشن ده عبارة عن السجادة بتاعتي من الميزين كاي مال كونكتف تيشو ده عبارة عن الميزين كاي مال استمسل وده عبارة عن الكولاجين فايبرز وزي ما قلنا اول خطوة بتكوين البون ان انا غرق المنطقة دي بتعندي بايه ها بالبلود فيسل تعالوا نشوف مع بعض بقى ايه اللي هيحصل غرقنا المنطقة بالبلود فيسل في الميزين كاي مال استمسلز اللي عندي جات وتحولت ليه استيوبروجين ترسل اللي هتتحول لي مين ها للأستيو بلاست بتاعتي للأستيو بلاست زي ما احنا شايفين الأستيو بلاست دي هتعمل ايه هتبتدي انها تفرز البون ماتريكس اللي احنا زي ما قلنا اول ما بيتفرز بيبقى على شكل أستيويد بيبقى زي العجينة الطرية فتقوم جاية الأستيو بلاست وعملة ايه تيجي وتقوم فرزة انزايم اسمه الكالاين فوسفاتيز يرصب لك الكالسيام ده على الأستيويد فيخلي الماتريكس كالسيفايد وتتحول الأستيو بلاست ليه خلية اللي اسمها الأستيو صايت ها اللي هي ايه اللي هي بتيجي وتعزل نفسها من الكالسيفايد ماتريكس جوه اللي لكني بتاعتي واسمي اللي حصل ده ايه اسميه اوسيفيكيشن او اللي بقول عليه كلمة تعظم واسمي المنطقة اللي حصل فيها الأحداث دي بالاوسيفيكيشن سنتر او مركز التعظم اللي هيكون فيها البون على شكل ترابيكولا ها او بقول عليها سبيكيول صوابع تيجي تتحت مع بعض ها فتخلق ما بينها ايه ها تخلق ما بينها ها كافيتيز برافو عليكم كافيتيز اللي هي عبارة عن البون مارو كافيتي اللي حيدخل فيها البلود فيزل شايل الهيموكويتك ستمسل ويتكون لي بون شبه الكنسلس بون اللي هو البرايمري يستبدل بالريمودلين بالسبونجي بون اللي هو ايه اللي هو عبارة عن ترابيكولي مسكة ببعض ومفصولة بون مارو كافيتيز اتفقنا شباب اتفقنا نروح لتاني نوع عندنا اللي هو اسمه الاندو كوندرال او الانترا كارتيراجناس اوسيفيكيشن يعني اندو كوندر اوسيفيكيشن يعني اننا زي ما قلتلكم اسناء منتجانين ربنا بيخلى معظم الهيكل بتاع الجنين على شكل هايلاين كارتلج بتبقى وغدى نفس شكل البون اللي انا عايزة اكونه وشوية بشوية الكارتلج ماتريكس دي بتستبدل بالايه بالماتريكس بتاع البون لكن بطبقى الهايلاين كارتلج موجودة ها في مكانين في البون ايه هما اول مكان اللي بقول عليه ايبيفيزيال بليت او ساعد بقول عليه جروث بليت اللي بيبقى موجود ما بين candidates وما بين Mechanics والجروث بليت ده ده عبارة عن ايه ده عبارة عن الجزء اللي بيحصل منه increase in bone length اللي بيحصل منه إن البون بيزيد في الطول تاني جزء بيفضل فيه الكارتلج اللي هو ايه مغطي سطح البول اللي هو ها الارتيكولر كارتلج اللي هي الكارتلج اللي ايه ها اللي حتكون لك الجوينت او المفصل بتاعك خلينا اقول لك اللي ان الاندو كوندرل او الانترا كارتلاجنس او الاستفكيشن اللي بيحصل على قطعة من الكارتلج ده كان موجود عندكم بالتفصيل حوالي من 3 سنين وبعد كده الحمد لله الحمد لله انه هو ايه انه هو تشيل انه هو عملية معقدة جدا جدا فتفضل ايه الكلمتين اللي احنا قلناهم دلوقتي يبقى كده احنا خلصنا طريقتين اللي فيهم ازاي البول بيتكون